نجحت شركة صحار ألمونيوم في استعادة عملياتها التشغيلية الكاملة في خط الإنتاج وذلك في وقت قياسي إثر الحادث غير المتوقع الذي حدث في الرابع من أغسطس 2017 والذي أدى إلى توقف العمليات الاعتيادية في المصنع دون تسجيل أي إصابات بين العاملين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة